بعنوان الفلبين تصعد من لهجتها الدم بالدم نشرت صحيفة الرأي انه في اعقاب فرضها حذرا على ارسال عمالة جديدة للكويت سواء كانت منزلية او اهلية على خلفية وفاة العاملة الفلبينية جينيلين في لافيندي في الكويت اخيرا صعد تامانيلا من لهجة تصريحتها الرسمية اتجاه الكويت اذ زعم الناطق الرئاسي الفلبيني سيلفادور بانيلو ان الحكومة الكويتية لم تحترم الاتفاق في شأن حماية العملة الفلبينية في الخارج واشدد في تصريحات نقلتها واكالة الفلبين الرسمية للانبا على ان الحذر الكامل على ارسال العمال الفلبينيين الى الكويت سيظل قائما ما لم تحترم الحكومة الكويتية هذا الاتفاق اما وزير خارجية الفلبين تيدور لوكسين فغرد قائلا ما زالت الخارجية تريد القصاص ارواح في مقابل تلك الروح التي ذهبت الدم بالدم في سياق متصل ذكرت مصادر مطلحة ان اللجان المشتركة بين الكويت والفلبين توافقت بعد اشهر من المفاوضات على معظم بنود العقد التنغمي الذي تتمسك به مانيلا ولم يتبقى الا بنود بسيطة